انتفأ فتيل أزمة المياومين مبدئياً وانتهت القضية إلى ما انتهت إليه لكن نار انقطاع الكهرباء بقيت مشتعلة ومعها نقمة المواطنين انقطاع التيار لا يزال مستمراً وفي عز الصيف المولدات تغزو المناطق وفواتيرها مجيعة وبيروت الإدارية التي لم تعتد انقطاع التيار باتت تشعر بوطأته في أماكن متنوعة كانت تنقطع ثلاث ساعات وثلاث سبع ساعات وما في مطار ايه؟ ما عنا مطار نحن في ناس عندهم نحن ما عنا وشو بتعملوا بوقت العطعة؟ منصليلوا وبهدالي كيف بدي غبرها؟ ومطارات ما فيه؟ فيه شوي جمعة بكفرشيمة ولا خمس دقيق كهرباء والبواخر وينسر وعادوا فيهم ووفقولون عليهم حل البواخر لا يزال متأخراً بحسب أوساط المعنيين بقطاع الطاقة وبالانتظار شبكة رديئة وثمت الكثير من الأعطال التي تحصل وتنتظر التصليح مع عودة العمال إلى مهامهم كثير زاد التقنين وصار عشوائي تجي ساعتين ثلاثة بتروح ساعتين ثلاثة وفيه مناطق يلي هي مثلاً بمارلياس معلومات لحد هلأ لحد هلأ خمس ديين ما أجد كهرباء ببعض مناطق مثل مارلياس وأهل بيروت عم بيعبروا عن رفضوا لهالواقع المعتم عم بيعبروا بالموسائل الممكنة نحن ما منحب أبداً يكون فيه وسائل سلبية بالشارع ما منريده ما منحب القضية لا تتوقف عند بيروت الإدارية بحسب قباني وهي تطال كل المواطنين والسبب النكايات السياسية وفق تعبيره قطاع الكهرباء مهترق والطريقة التي يحاولون فيها يحلوه هي طريقة عوجة الطريق المستقيم الطريق الناجح هو تطبيق أنون الكهرباء رقم 462 لا يمكن لأحد أن يتخيل أن قضية الكهرباء المزمنة قد تنتهي يوماً ما وما يعانيه اللبنانيون ككل وأهالي بيروت بشكل خاص ليس إلا فصلاً مؤلماً من فصول هذه القضية والآتي مذهل أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر